الإهمال الطبي وأخشى ما أخشاه أن يأتي يوماً ننعى أسيراً أردنياً في سجود الاحتلال أو سجون بعض الدول العربية الشقيقة دون أن تقوم مزارة خارجيتنا الموقرة وآمل منها بزيادة الدور المطلوب في حماية مواطنيها وقد مضت عدة أشهر على وجود أولادنا في سجون المملكة العربية السعودية وخاصة كنا المؤشرات تدل على عدم وجود تهم واضح لهم سعادة الرئيس الأخ الزملاء وهم يدمي القلب أكثر ويؤسف له أننا نشهد تراجعاً كبيراً في الحريات العامة وحقوق الإنسان وأن هناك عشرات الشباب والرجال من أبناء الوطن الشرفاء موجودين في سجون الأمن العام وسجن دائرة المخابرات العامة ومن حزبيون وحراكيون بدون توجيهتهم واضحة أو إجراءات تحقيق سفافة وعادلة ولم يسمح لذويهم بالزيارة تسعين يوم وستين يوم ولم يسمح لذويهم بالزيارة ومنع الصليب الأحمر من زيارتهم ومهن نقيب الممرضين سابق ونائب الممرضين سابق ورجل أعمال فهذا بصراحة يعني ما مر على هذا البلد من ثلاثين عام وهذا أثار لدي مخاوف من تعرضهم للتعذيب والابتزاز للإدلاب اعترافات تحت الإكراه إنما كان أي تهمة هو القضاء ولا يجوز الحز أو التحقيق دون ضمنات العدالة في دولة الدعي سياة القانون إنني وكتلة الإصلاح نطالب الإفراج الفوري عن هؤلاء المحتقلين وأصحاب الرأي وفي هذا المقام لا يمنعني أن أشكر دولة الرئيس بتواصله معي اليوم بخصوص أبنائنا في المملكة العربية السعودية المحتقلين وبخصوص المحتقلين في ذات المخابرات العامة ووعد بالمتعبعة